أشهر المواد دي إيه؟ العصائر الحمضية وأشهرها البرتقان مثلاً والكيوي والجريب فروت خلاص؟ بعض الأدوية يعني ناخد دواء فيحصل لنا حساسية عرفتوا فهمتوا بقى قصدي لما بقولكوا دي الالتهاب ده ممكن يحصل بسبب أن فيه مادة دخلت إلى الجسم فحصل التماس ده جوه الجسم فهمتوا قصدي؟ فظهر أثر هذا التماس على الجلد بقى من بر يبقى قلنا هو العصائر الحمضية زي عصير البرتقان عصير الكيوي عصير اللمون وهكذا بعض أنواع الأدوية بعض أنواع الأطعمة أكيد كلنا عارفين اللي عندهم حساسية من المنجة والفراولة والموز وهكذا كمان؟ انتوا فهمين قصدي يعني اللي هو في ناس ممكن تقول الله هي مش دي حساسية الطعام أو واحد عنده حساسية ده حساسية أكل ما هي حساسية الأكل دي بتندرج داخل تصنيف التهاب الجلد بالتماس أو الكونتكت درماتايتس إبقى اتفقنا بعض أنواع الأطعمة كمان زي المنجة والفراولة والموز الأسماك خاصة الأسماك القشرية زي الاستاكوزة والجنباري والقواقع البحرية دي ممكن تسبب حساسية لناس كتير بعض أنواع المكسرات زي الفول السوداني ما الفول السوداني ده محسوب على المكسرات وزبدة الفول السوداني وغيرها من الأغزية أما أشهر المواد المسببة لحساسية الجلد مباشرة من الخارج يعني مش بقى مش من الداخل يعني حسية بقى مادة جات على الجلد بقى من برة فعملت الالتهاب ده من برة بشكل مباشر على طول عارفين إيه من أشهر الحاجات أو أشهر حاجة لعاب الطفل الطفل اللي ما بيريل وهو مثلا في مرحلة التسنين فتلاقوا المنطقة دي محمرة وتلاقي منطقة محولة أسفل الفم والدقن تلاقوا الحتة دي محمرة خالص كده وملتهبة ده من لعاب الطفل من ريالة في فترات التسنين تحديدا يعني تمام بعض أنواع يعني بعض أنواع معجون الأسنان وتحديدا اللي بتحط فيها منكهات معينة طبوس تلاقوا بتعمل حساسية عند بعض الناس وكذلك بعض أنواع غسول الفم تمام دي تعمل حساسية برضو اللي هو التهاب الجلد بالتماس الأصماغ اللي هي جمع صمغ أقول لكم الصمغ فحد يمكن يقول الله هو الصمغ ده يعني هو إيه اللي هيخلينا نحط الصمغ على جلدنا لا ده ما بيتحطش على الجلد حضراتكم ده الصمغ ده بيتستخدم عشان اللي بيركبه الرموش فيه ناس بتلزق الرموش بالصمغ يعني مش الصمغ اللي هو العادي لا هو الرموش بتتباع كده الرموش اللي هي الصناعية دي والأظافر بتلاقي معها المادة دي والمادة دي بتبقى مواد كوية يعني مش بس صمغ دي بتبقى مضرة جدا للجلد فعند بعض الناس الأمور بتعدي اللي مما بيحطوا الرموش الصناعية أو الأظافر الصناعية وعند ناس تانية بيحصل لهم التهابات جمدة جدا من النوع ده من الإجزيمة اللي هو التهاب الجلد بالتماس ترجمة نانسي قنقر